مثل ما الموسيقى هي جزء من حياتنا اليومية فيه آلات موسيقية هي برضو بتشكل حياتنا اليومية وذكرياتنا الحلوة يعني أنا وصلنا في اليمن في عنا نوع من الآلات الإيقاعية اسمها المرواس بتجي أسطوانية ومغطية بجلد الغنم هذه تقريبا موجودة في كل بيت لأنه هي مش بس المطرب أو الفنان الرئيسي المحترف هو اللي بيعزف عليها لا نحن بنتعلم نعزف عليها لأنه تصحبنا بحفلاتنا برحلاتنا بكل المناسبات أنا كثير بحب قصة كيف بتصحبنا هاي التفاصيل أنا بطفولتي مثلا ربيت بعيلي بصنع الشبابة ليها لأناي مثلا فيه كثير مسميات في فلسطين عمامي كانوا بيصنعوها وكل وقت نقعد نتجمع ميجنة وعتابة وكذا وبعدين بلجت أبني علاقة مع هذول الألات اللي عن جد فينا نعملهم بس تشفي مثلا عمك أو حدا قريب منك هو بيعمل هذا الشي بعدين هات الشي بيطلع صوت بعدين نقعد نتجمع نغني فيه لأينا لزي غريبة شحيح فبحز إنه لما بيكون فيه طفولتنا مبنية وبعدها بنصير موسيقية تسعجل نتعطى مع الأشياء بيضل في لهم ذكرى مختلفة حتى عن الموسيقى صحيح هو في العادات متاعنا فيما عادات أعراس والاحتفالات الموسيقية اللي فيها للشعبية معناتها موسيقى شعبية وآلات شعبية زيدا معناتها بدت تنقرض شوي شوي معناتها وهي زيدا فما الرجال فما النساء زيدا واللي يعصف عليهم وانتها مؤخرا يعني حلو أنه نجتمع وفي حكاية مزيانة وحفلة وعرس ونعزف الطابل ونعزف الآلات حتى البيانون حتى أي آلة تبدأ قريبة من ثقافتنا من موسيقتنا من الاحتفال متاعنا مش نعبروا على الاحتفال متاعنا إن شاء الله على سيرة الآلات وعلاقتها بطفولتنا أنا بفتكر قوي الربابة هي ربابة عموما آلة تراثية طبعا بس هي ظهرة أكتر في السعيد وفي السحرة أنا من الدلتة فمش ظهرة عندنا قوي بس كانت أكتر لحظة تفرحني لما كنت أبقى قاعدة واسمع الرجل وهو ماشي اللي بيبعها كان بيجي عندنا تحت البيت يمشي يعزف ومعاه تم بقى لابس جلبية وحاطت في جيبه ربابات كتير قوي وهو بقى ماشي بيعزف مع أن هي الربابة بوطر واحد بس أنا كنت بسمع منه حاجات رهيبة واتفضل بقى عيني معايا لحد ما يختفي من الشارع والصوت يبدأ يهدى بحس أن أنا زعلت وعايزا يرجع من قد إيه صوت الربابة حلو وبالنسبالي حتى لما بسمعها لحد دلوقتي بحس بنفس الفرحة اللي كنت بحسها أول ما سمع صوتها وجاية من على الأول الشارع كتير غريبة تقوليلي فرحة لأنه بالعادة الربابة أنا رابطة فيها حزن وأنا مثلا سمعت كتير من عند البدو وإحنا بقولوا أنه عائلتنا أصلة بدوي كنت كتير بروح على صحراء مثلا النقاب على صحراء بالأردن واللي هي صحراء رام وكان دايما في هذا الشيخ أو هذا القاعد وعم بدأ عن جدع الربابة واتر بس في شي مننا سوري أنت قطيري حطيتها بجيب وقدي حجم الربابة عندكم بمصر نحن عائلنا ربابة هيك يعني نحن ممكن تقول أقصر شوية أقصر حاجة بسيطة وهو بالجيب بتاع الجلبية بتاعه كبير قوي نحط فيها الحجم الجلبية كامل أنا بس كمان حبيت نقطة اللي هي كيف أنه في كتير من الألعات الموسيقية هي بتشبه بعض بس كل بلد بيصنعها بالأدوات اللي بيشتغل عليها بالمواد اللي متوفرة عنده وبيسميها بالتسمية اللي بتشبهها يعني نحن مثلا عنا في اليمن آلة اللي هي القنبوس وله اسم ثاني الطربي لأنه جاي من الطربي وله هو شي بيشبه العود بس صناعته بتكون مختلفة حجمه فيه أربع أوتار بس فيه شوية تفاصيل بتختلف على العود وكتير يعني ضل لغاية القرن العشرين كل الأغاني اليمنية بتنعزف بهذه الآلة خصوصا في المناطق الشمالية لحد ما فات العود في تلاتينات القرن الماضي من مصر طبعا وبلشوا الناس يتعلموا على العود ويعزفوا عليهم بباب الحداثة اللي بتصاحب الموسيقى بشكل عام هي كمان صاري كان يستعملوها بإقاع كمان صح؟ أو قات لا؟ نا الإقاع هي في عنا كذا نوع إقاع هلأ برجع بحجة على فكرة الآلات المختلفة التسميات نفس الآلة ولا شكلها من نفس الآلة وتلقاها في العالم العربي ولا في أماكن مختلفة من العالم والأسمان مختلفة لكن حتى طريقة العزف على الآلات هذه تبدأ مختلفة زادة لأنه فما كل شعب عنده لغة الخاصة والاختلافات ثقافية ومخذين من بعضنا كما مثلا الزكرة نحن في تونس مزمار في مصر ومنعرشفة هنا في لبنان مزمار زادة وزرنا في تركيا في الاحتفالات معناها كنا نحن في تونس كانوا في الاحتفالات يستعملوها حتى في الموسيقى الوترية بعدين تختلفت الشي لما جاءتنا النائب من مصر سنة 1932 نتفكرها في الدراسة نتاعي الموسيقى بل شو يعزفوا الناي لأنه أكثر في التخت العربي والتخت التونسي حتى ووظفنا الناي زادة للموسيقى التونسية يعني نفس الآلة تعزف في مصر موسيقى عربية ومصر في مصر وكل شيء ما نقوله حد شيء في الموسيقى مصر ما شاء الله عندها تاريخ في الموسيقى احنا وظفناها في الموسيقى التونسية يعني نفس الآلات تلقاهم نفس الشكل تسمية مختلفة تبديلة صغيرة في الآلة لكن العزف مختلف رغم التشابه كنت قلت لي أعتقد أنه فيه سمسمية في اليمن إذا بتتذكري لما لتقينا آخر مرة سألتك على السمسمية جهزت لهذه الحلقة طلع أن السمسمية بيعزف عليها في اليمن في منطقة حضراموت تحديدا وهي منطقة ساحلية والسكان حضراموت معروفين بالهجرات فأخذوا السمسمية من قناة السويس تحديدا من السويس وبدأوا يعزفوا فيها في اليمن وكمان صدروا المرواس والهاجر المرواس هو الصغير بيكون طائم اتنين والهاجر هو تكون أسطوانة من الخشبة كبيرة وبيصير كيف الطبل تبع الدبكة تبعكم بس نحن بيكون هيك عريض وبيصير يعني الهاجر بيضرب بدقة مختلفة عن المرواس بس الاتنين مع بعض بيكملوا بعض هذه كمان هي جزء من الآلات الموسيقية التي صدرت إلى الخليج بحكم الهجرات وإلى كمان شرق آسيا وتأثر الخليج كثير بهذه الآلات الموسيقية وصار فيه جزء كبير من الموسيقى مشتركة بين اليمن والخليج بسبب هذه الإقاعات التي بتعملها المرواس والهاجر وممكن أحكي لكم شوي عن السمسمية بمئنا بنتكلم عن السمسمية الحقيقة إنه السمسمية ده شكلها أوكي نسك كده شبه للأرب أي أوكي بالزبط بتتمسك نبدأ أن احنا نعزف عليها كده بتقولي شبهة إيه معلش شبه للأرب أيوا بالزبط هي اتخذت من الهارب من الفرعنة كان عندهم الهارب وكانوا بيرسموا ده على الجدران من كتر ما هم متعلقين قد إيه بالموسيقى وإن هي بالنسبة لهم مش بس إنه إحنا بنعزف الموسيقى في الأعياد والأفراح في المياتم وفي المعابد وفي كل الأوقات كانوا بيعزفوا فكان فيه الهارب وكان فيه كمان معظم الباحثين في الأثار الموسيقية لقوا سمسمية لأنها بتكون أصغر في الحجم وهي الهارب أدى كبير نفس الشكل يعتبر السمسمية ظهرت مؤخرا بقوة في مدن القنال اللي هم السويس وبرسعيد والإسماعيلية لعبت دور كبير جدا وقت حرب الاستنزاف إن هي صوتها فيه شجن وبيخلي وإنتي بتسمعيه جدا حيث إنك عايزة تعياتي فوقت الحرب فطبعا بيكون وقت إيموشنال جدا وكان فيه نكسة وقتها فكانوا الناس حتى المش موسيقيين يعني هو مش موسيقي هو قاعد عادي بيعزف على القهوة على القهوة بزف والناس بتتجمع حواليه ويبدأ إن هو يلعب على أوطار السمسمية فبقى أغاني تحمس الناس وتحمس الشعب إن هم يقدروا ولعبة دور نفسي كبير جدا بعد حرب الاستنزاف لما انتصرنا في حرب اكتوبر أغاني السمسمية كان لها دور كبير قوي أنا أحاة للوقت طبعا بكتش موجودة وقت الحرب لما بسمع أغاني على السمسمية بحس إن أنا عايشة الوقت ده كمان إنه السمسمية من الألات اللي ما ينفعش نحن نطور عليها بشكل مال إنها لازم تفضل بالشكل التراثي وتعديل نفس التعديل بالزبط ولكن في فرقة في مصر دلوقتي هي المسؤولة عن الحفاظ على السمسمية والتراث ده فرقة التنبورة دي فرقة من التمانينات وهم حاليا اللي بيحاولوا يحافظوا على التراث ده وبيتوروه بس بيتوروه بأشكال تانية نحن ممكن نكبر الصوت نعلي كبر الآن صغرها بالزبط ولكن بتفضل بنفس الشكل نعمل الآن التنبورة كبيرة حتى الآلة الزكرة اللي هي مزمار وزرنة موجودة كانت زادة في الحرب مع التنبور اللي هو الطبل كانوا الجيش اللي احنا في تونس نتذكر قصة الجيش الانكشاري الانكشاريين جاءوا لجزيرة جربة وفم زادة انفليونس متاع الموسيقى التاع الانكشارية على الجزيرة وحتى التوى ما زالت الانفليونس في العازف في طريقة العازف على التنبور والتنبور في جربة يسميوه الجوجو كبير على الأخر يعني زي التنبور الموجود فم صغير في ليبيا وفم أكبر متوسط الحجم لكن في جربة تنبور كبير ويعصفوا لبسين جوب وليباس تقليدي يعني ويعصفوا المزمار ومعها الطبل والأزوز طبل ومعها فم رقصات تعمل معها ومعناها كانوا الجيش اللي يشجعوا على الحروب معناها بش ينتصروا في الحروب وكل شيء بالآلة الزكرة مع على الطبل والزكرة بصفة عامة رهي مربوطة بالطبل يعني حتى في لبنان في مصر مربوطة بالآلات الإقاعية بصفة عامة وإنتي بتعزف عليها؟ أي أنا الفتاة الوحيدة في العالم العربي توا حاليا الأولى يمكن طلعت فتاة أخرى ولا ما عنديش فكرة كبيرة لكن الأولى في تونس والعالم العربي اللي تعزف على آلة الزكرة في تونس لما تعرفت عليها إنه في بنت بتعزف هاي الآلة إنه تعالى هون نفس الغير بشيء أي إن شاء الله شي تونس شو ما بدك هذه لحن من الموسيقى التونسية متاع الجنوب تونس الأغنية اسمها ريت النجمة شيعة عيني الفوق ريت النجمة يعني شفت النجمة ريت أي بتونسي ريت شفت النجمة شيعة عيني الفوق وهي كما الملحمة يعني قصة راجل يحكي على المرأة اللي حبها اللي ما تزوجها وفيها كلام حلو كتير يعني يقشعر الحم يعني قصة حب وحطة اللحن هيك حسيت بس أنا في نقطتين أشرت إليها قبل كتير حسيت أنه هي مرتبطة بموضوع الآلات الثراثية طبعا بعيدا عن مثلا دور الجهات الحكومية أو الجهات المختصة في الحفاظ على هذه الآلات لاحظت تحديدا عننا باليمن أنه مع التطور الفرق الرسمية والفرق التابعة لوزارة التقافة والفنانين الكبار فاتوا بجانب الحداثة فاتوا بأنه استبدلوا مثل ما قلت المزمار بالناي المرواس بالطبلة العادية الطبلة اللي من مصر برضه كل شي بيجي من عندكم أحسن حاجات يجي من عندكم لما لأنه تاريخ مفرع تاريخ قدير بس مثلا الجهة الحقيقية اللي بتحافظ على هذه الآلات التقليدية هم الناس ترجعي لفكرة قديش الموسيقى حاجة يعني هم لما حتى إحنا حكينا يمكن عن الدول كيف كل دولة بتختلف بثقافتها باستعمال هاي الآلات بس هي فعليا الدولة الوحدة مختلفة بمناطقها يعني إذا بتروحي على مناطق الزراعة والمناطق فيها كتير ماي بتلاقي مثلا الناي كتير لأنه هني بروح بياخدوا القصبة هل قد الموضوع بسيط بيطلعوا الصوت من القصبة اللي هي حد أو الراعي بيكون عام يرعى الغنمات فهو بياخد القصبة بيلاحظتها وبياخد الجلد بتلاحظ المناطق الصحراوية أكتر عندهم الربابة قالت المزمار أو أناسور إحنا مثلا جربة ببلاد الشام المزبت صح جلد المعز مية بالمية فهن هدول أكتر بيكونوا صحرة وراعي لأنه في جلود جلود فهن فعليا بتكون للمجتمع أو للبيئة والحاجة يعني الإنسان دائما بحاجة لشي حلو بالحياة وفيش أحلى من الأصوات والموسيقى وكذا فهي تعبير على الحالات خطر ربش نفهم قالت المزود كي ما تعزف الفرحة وقالت الزكرة زادة كيف كيف كي ما تعزف الشجن يعني من الآلات اللي تعزف الاثنين وتعبر على الاثنين ويعزفوها معناتها هي كانت تقبل في القديم معناها مش قديم في التاريخ في تونس كانوا اللي يخرجوا من السجون هما اللي يعزف على الاثنين ويتعلموها زادة في السجون بستيلو ويحطوه ويبدأوا يتعلموا التبديل الصوابع معناتها وكل شيء ويخرجوا من السجن يخرج يعزف الاثنين لأنه وهم منعوها في وقت ما في تونس منعوها في الإذاعة في التلفز في التلفز لكن نحسها كأنه أنا مثلا ما نحبش المزود لنخليه شيء يتعدى في التلفز كانت تحدي لأيك بحث حتى مترب اليمن على سورة المنع في فترة في شمال اليمن فترة الحكم الإمام يحيى حرم المعازف وحرم الغذاء فكان الناس يعني انتشر بهذه الفترة بشكل كبير آلة القنبوس لأنه كانت صغيرة يعني هي أصغر من العود فسهل أنه يخفوها فصار أنه الناس يعني ركزوا بشكل أكبر على هلها وصار في عالم هم تتعلم عليها وصار نسبة عزفة أعلى لأنه هي ممنوعة بس بنفس الوقت أنت قادر تخفيها عكس الألات الأكبر أو عكس العود فصار أنه فكرة المنع كمان حفزت الناس أنهم يستمروا في العزفة بالنسبة لألت الزكرة في تونس يعني المزمار ففما في التاريخ القديم في التاريخ اليوناني فما كانت ملكة تعزف على الأهل هذه وتعمل كمامة وكانوا في المانفستاشن سيريموني يعني في الغوليجيون طيحهم مكياب عندها البلد يعزفوا الآلة هذية لكن ضحكوا عليها صدقائها أو الملكات الأخرين قالوا لها بتشوه الوجه يعني خطر كيف تتعزف تنفخ اللحنية كنا نقول أحنا الخدود الخدود يعني بعد ولوا رجال يعزفوها الآلة هذية معناها حرمت عليهم قطرهم مش لازم يعزفها وبطلت تعزف على الآلة هذية لأنها ضحكوا قالوا لها تشوه لك وجهك يمكن من الحاجات اللي خلت كان رجال يعناها ما نشوفه كان رجال يعزف على الآلة هذية لا هلأ كمان أنا الأردن مثلا فلسطين حتى هون مش بس الآلات النفخ يعني كمان مثلا المجوز عنا قلت المجوز هي بيكون في لقيلة اثنين حد طويل هو المزوز يشبه رهو نفس نقول عم نقول لنا لأ بس عنا المجوز بيشبه الناي بس بيكون وطنتين لازقين ببعض واحدة أقصر واحدة بتعطي البيس نوت والتانية بتكون عم اللي بالقرون هذيك ايو نسميها مقرونة يعني صحة أنا عابدت تفرجي وما هي سمر للناس يعني كمان برضو الآلات الموسيقية بترتبط مثل أي شكل من أشكال الطبقية والعلاقات الاجتماعية والمستوى دخل الناس لأنه مثلا القنبوس بيصنع من مادتين بيصنع من شجر الجوز للناس اللي هم وضعهم المادي كويس وبيصنع شجرة تانية اللي هم أفقر وفيه كمان حتى المزمار مثلا المزمار عنا في اليمن بالرغم من أنه هو منتشر خصوصا في المناطق السحلية وكمان في المناطق الصحراوية شمال اليمن لكن هو صفة انتقاصية يعني مثلا الشخص المزمر هو بيعتبر طبقة دنيا في المجتمع الفنانين اللي مثلا بيكونوا مشهورين بيبدوا يتعلموا على المعاذف ممكن تعلموا لأي آلات إلا البزمار تميسموه مزمر يعني في جزء من ارتباط المجتمع وارتباط المجتمع بالآلة وشكل نظرة المجتمع لهذه الآلة ولأطريق لكن تغيرت مثلا احنا في تونس تغيرت نظرة المجتمع ولو موسيقيين معناه أكاديميين يقبلوا على الآلة هذه خاصة وقلي عزفت أنا على الآلة هذه برشا عاسفين ناي عكس أنا خذيت الفكرة أنه شوف الحفلات المزمار مع الطبل وقلت علش لا كان أول عرض اسم أول عرض لي في تونس علش لا بوكوابا أنه فتاة تعزف الآلة اللي هي صعبة خطر تطلب مجهود والاندورانس يعني مجهود وتمرين وشيك ومبعدين تنقلت الآلة المزود اللي هي كنت نوري فيها هي مصنوعة من الجلد المعز أنا هذا الشي حزن يعني بس حزن من المعزة لكن هي فيها صيحات بس أنا بتعمل دور هي فيها هي فيها صيحات هذو ما يتسمع صيحات هؤلاء اللي تطعم بقولك هنه بنحطهم عنا على أرغول أولاد العام أول مجهود هؤلاء عام هؤلاء عام هي الأرغول ما فيهاش القرون نفس هاي بس ما في قرون في هيك طويلة يعني ما هيد الفكرة لما تجد تشوفي أنواع الآلات بتحسي أنك فيه شبه كبير في أنه يعني مثلا لما فات العود على اليمن واحدة من الأسباب عدم انتشاره هو فات على المناطق الجنوبية في اليمن ما وصل للشمال أول شي كانت فيه عزلة سياسية بسبب حكم الإمامة في الشمال ثاني شغلة أنه ما كانش الناس عندهم المعرفة بيتني الخشب يعني القنبوس هو بيجي من جدع واحد أنت بتنحت فيه إذا غلط بتكبه وتبلش واحد جديد عكس العود في له هاي تانية القطع الخشبية بشكل واحدة واحدة بتنعم حتى التقنيات لما بتكون مثلا مختلفة أو مثلا مش موجودة بيصير البلد يعني يمكن لما بلشوا بالآلة عندكم ما عندهم القرون أو ما بيست ما فكروا بفكرة القرون إن هي جزء من التقافتهم عشان كده عملوها بدون أنا شفت واحدة تشبهلها في الجزائر في جنوب الجزائر لكن من هنا ما فيش قرون زادة لكن تشبهلها في الصوت ومن غير من غير أي نسميها ظرف لجلد المعز من غير جلد المعز يعني يفهم أشكال متع عائلات متشابهة ونقول أولاد عام أنا ديما رأي ديما هي البيئة عم جدا بتفرض بس أنا عندي سؤال صمر ليه ليه ملبستيها هما هي بسيفة عامة هي جلد المعز يعني يسميه يحبوش عريان يعني نغطي بنغطي حجبوها فعليان يعني يعني عزفين تمان من أكتر الحاجات اللي بحبها يعني لما عزفتي دلوقتي أنا أول مرة أشوف الآلة دي أي طلما عزفتيها أنا حتى لو مش عارفة اسمها إيه ولا من فين بس أنا حس إن أنا روح تتونس أي هحس شوية في أعتقد برضو في العود اليمني في مزيكة معينة ممكن تتلعب كذلك فلسطين بحس إن المزيكة بتلعب دور إن أنا ممكن لو أنا مش عارفة الآلة اللي بتتعزف أنا بروح ببقى عارفة البلد عن ديرها في مصر عشان فيه مناطق كتير مختلفة بعيدة عن بعض السمسمية بروح للقنال الربابة بروح للسعيد المزمار بروح للسعيد إناي أروح للبلتة والأرض والزراعة وهكذا فبحس إن المزيكة بتلعب دور حلوة قوي في إن هي تعرفني هوية المكان اللي هي جاية منه حتى لو أنا مش عارفة اسم الآلة أو مش عارفة هي لغة بالضبط اللغات أنا مش نحكي معك بالتونسي يعني تفهم عليها شوي تحكي معي بالمصري نفهم عليك شوي لكن نحاول نوصلوا لكلام نجم نتفهمه نتواصله وهذه هي الموسيقى يعني أنا ثقافتي تونسية أنت ثقافتك لبنانية أنا فلسطينية فلسطينية سمحني بلاد الشام واحدة أكيد العالم العربي كل ثقافات تاخذ من بعضها يعني أنا قالتي الزكرة والناي لكن موجودة في برشة أماكن يعني الثقافات تاخذ من بعضها اللهجة تختلف والثقافات وكمان الحلو برضو اللي لقيته مشترك بنا على حسب كل بلد أنهم بياخدوا فعلا من الطبيعة إذا كانوا بياخدوا من جلد الماعز إذا كانوا بياخدوا من شعر الحصان إذا كانوا بياخدوا من القصب إذا كانوا بياخدوا من البوس أو الغاب دي برضو حاجات بتخلينا نشوف قد إيه أنه ممكن يكون الزمان ما كانش فيه تكنولوجيا زي دلوقتي وتعليم زي دلوقتي وكانوا يقدروا يخترعوا حاجات تعبر عن هويتهم وعن أصلهم وعن البيئة اللي كانوا كمان عايشين فيها إذا كانت دي في الأرض ولا في سحرة ولا في بحر ولا كده بالفعل حتى أنه كمان يعني بنتمنى أنه هذا الشي يظل محافظ عليه لأنه مثلا القنبوز بطلب الناس يعزفوا بهذه الآلة ولكن حالياً في بعض المعاهد بلاشت تعلمه الحفاظ على هذا الترات وهذه الآلات كجزء من الموروط الثقافي لكل بلد نحن وصلنا لاختام الحلقة وانا كثير لازم نخبرهم بدنا جزء تاني سلوان كل حلقة بصيرنا نفس الشي لأنها بصير كمية الأفكار والقصص المتشابهة واللي بتشارك فيها في دول الوطن العربي بتحتاج وقت أكتر وأكتر يعطيكم الصحة جميعاً أنا انتبهت للعافية شكراً كتير لألكم وبتمنى كمان أنه نسمع لكم بما أنه أنتو كلكم في المجال الموسيقي أنه نظل نسمع لكم موسيقى وأغاني بتستخدم الآلات التراتية شكراً كتير لألكم شكراً لكم بعد شكراً لكم اشتركوا في القناة